نضم إلينا مرسلتنا سالي السكني للحديث أكثر عن طبيعة هذا الاعتصام أرحب بك سالي معنا ونتحدث عن الاعتصام وماذا طالب المشاركون في هذا الاعتصام نعم أهلا بك ضوحى اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا كان هناك احتجاج لموظفي الأونروا أمام مكتب مدير عمليات الأونروا السيد ماتيس شمالي في غزة رخرجوا رفضين ومستنكرين لسياسة الأونروا المتبعة خلال الفترة الأخيرة وأخرها كانت سياسة التقليصات تقليص أعداد الموظفين في الدوائر والهيئات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا خاصة في الكوادر التابعة للتعليم والصحة الهيئات الأهم في غزة والتي يعتمد عليها اللاجئون والمواطنون في غزة بشكل كبير اليوم خرج المواطنون يرفضون كل هذه التقليصات ومحتجين على كل القرارات التي تخرج عن الأونروا وآخرها وما حدث حالة الغضب والاستنفار لدى الموظفين هو تصريح الأونروا الذي خرج بالأمس حين قالت بأنها مستعدة للاستغناء عن 13% من الموظفين الذين يعملون على بند الطوارئ إضافة لاستغنائها عن 57% من الموظفين الذين يقومون بالدوام الجزئي يعملون وفق الدوام الجزئي إضافة لمتابعة العمل لبقية الموظفين بشكل موزع على برامج الأونروا حتى نهاية العام بدأت المسيرات الاحتجاجية اليوم أمام مقر مدير عمليات الأونروا بالغضب وعبارات الرفض والاستنفار والاستنكار وتطالب برحيل السيد ماتيس شمالي ولكن تطور الأمر بعد ذلك حتى قام مرافقه السيد ماتيس شمالي بإطلاق القنابل الصوتية صوب المتظاهرين والاعتداء عليهم من قبل هذه القنابل لتفريقهم هذا الأمر أثار حفيظة اتحاد لجان الاتحاد العام لموظفين الأونروا بغزة حيث طالبوا بإجراء تحقيق فوري وشامل وسريع لما حدث اليوم للاعتداء الذي قام به مرافقه ماتيس شمالي ضد الموظفين قاموا بإلقاء القنابل من داخل مكتب ماتيس شمالي صوب المتظاهرين في ساحة الأونروا كل هذه الاحتجاجات وهذه القرارات تهدد مصير موظفية الأونروا وتضعهم على أعتاب فترة غير مضمونة ربما ليس هناك أي ضمانات لاستمرارهم في العمل في المرحلة المقبلة ربما على نهاية العام وبدء العام الميلاد الجديد شكرا جزيلا لك مرسلتنا حدثتنا من المحافظات الجنوبية سالي أسكني على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك